أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأوعناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصلاما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباءكم الأقدمون أنتم وأباءكم الأقدمون قالوا بل وجدنا والذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا أمرضت فهو يشفين وإذا أمرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة معين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع من ولا بدون إلا من أتى الله بقلب سهين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حبيب فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صزق الله العظيم السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطمور سيدين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم عدنناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مملون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم